طبعا صفحة تلاتة واربعين هتلاقوها في الملحق. طبعا طالما اجاي بعدها مكان كبير يبقى تاخد حرف الجر ان هنا يبقى انا وصلت اوغندا السبوع الماضي. بعد كده بندخل في نمبر بيقولي طبعا عاوز هنا بيقولي ولا ات ولا ان ولا مفيش ولا كلمة او مفيش حرف جر اهو طبعا نختار يعني مفيش حرف جر لان هنا اللي هي جاي بعدها مكان كبير ولا مكان صغير لما يكون جاي بعدها مكان كبير بنختار لما يكون جاي بعدها مكان صغير بنختار بس هنا مش جاي بعدها حاجة خالص. يبقى نختار انه يعني ما فيش حرف جر. وتبقى الاجابة صحيحة. يبقى نقول. بقى كده سكستين بقول له امير بلاز بسكتبول افتر سكول. بيلعب بسكتبول بعد المدرسة. اه اون من دي يوم الاتنين. يبقى نقول على طول النقط هي نقط بلاز ات. يبقى نقول هي هو غالبا بيلعبها. لان هنا طبعا بنسبة حوالي سبعين في المهي موجودة ايه. يبقى هنا اه تلات ايام نختار كلمة غالبا ما ينفعش طبعا يعني دائما. لان طبعا لو دائما كان هيبقى كل ايام الاسبوع. ولكن هنا اه هتبقى غالبا. وطبعا ايفر دي في السؤال وانيفر في النفي خالص ما بيروش خالص. يبقى الاجابة الوحيدة اللي تنفع. وهي اه اجابة طبعا هيكون اجابتها هي غالبا. بعد كده يقول لي مستر بادر دازنت لايك فلاينج. ما بيحبش الطيران. اه طبعا اه يعني هو دائما بيسفر بالقطار. نقول هي نقط اه طبعا اه يبقى طالما هو بيحبش الطيران. يبقى نقول نيفر. نيفر هنا ابدا لا يحبه صفر بالطيران. لان هو قال لينا فوق انه هو اه ما بيحبش الطيران خالص. ودائما بيسفر بالقطار. يبقى هي نيفر ترافل ابدا هو لا يسافر بالطيارة. بعد كده يقول لي اه دينا جويز سومينج دينا بتذهب للسباحة في يوم الخميس عند ساتر دي ويوم السابت. شي نقط اه جويز اه طبعا يبقى على طول هي طالما ان هي بتذهب للسباحة في يوم اه الخميس عند ساتر دي ويوم السابت. يبقى نحتوى انو احتبر هنا احيانا لان حوالي نسبة طبعا مش كبيرة اوي. يبقى نقول احيانا اه يعتبر يومين او يومين ونص كده بنختار فيها احيانا لما تكون نسبة حوالي خمسين في المية. اه نقط احنا بنتكلم انجليزي اثناء حصة الانجليزي بتاعتنا يبقى على طول لنقول ان احنا دائما دائما المفروض نتكلم انجليزي طبعا اثناء انجليزي بتاعنا انا بختار بمعنى دائما. بعد كده نقط احنا بروح مدرسة ايام الجمعة. يبقى نقول طبعا نختار اه نختار هي الاجابة طبعا نيفر. اه لان نيفر هنا ابدا احنا بروح المدرسة يوم الجمعة. بعد كده اريد انتو كوريكت بولي ماي سيستر جويز تو جيرلت اسكولي. اختي بتروح مدرسة بنات. واعمل لي ابستروف اس. لا طبعا هي المفروض مدرسة بنات. يبقى كانت جيرلت جامعة. وطالما كانت كلمة جامعية يبقى كان فيها اس. يبقى نحط لها ابستروف بعد الاس فقط. يبقى نخلي الايجابة بدأ نخليها اس زى ما هي واحط نفس بعد الاس. يلنقل الابستروف دي بعد الاس. آآ عشان تطور ان هي مدرسة بنات عايدة على مدرسة بنات لان نفعش مدرسة البنت. لا انا اللي بيروح بيروح مثلا مدرسة بنين او مدرسة بنات. يبقى كلمة كانت فيها اس اصلية. هذا تلفون على طبعا هنا علي اسم مفرد. لما نجي نعمله ملكية بنحط له ابوستروف اس. ببعا نخليها علي زي. نحط لابوستروف اس زي ما احنا شايفين كده. نحط ابوستروف قبل الاس هنا وتبقى الاجابة سليمة. لان الاسم لما يكونش فيه اه ما فيش اس بنحطه لابوستروف اس. وهنا علي ما كانش فيه اس طبعا لان اسم مفرد. بعد كده دي جزم اختي. اسمها ازهودة. يبقى على طول المفروض ان هي خاصة باختي بس طالما هي مفرد. اه اختي بس يبقى نخليها اللي هو ابوستروف اس. علشان تبقى الاجابة بتاعتنا سليمة. لان سيسر كانت اسمه مفرد. هنحط لها طبعا سيسر نتيبها زي ما هي. نحط لها ابوستروف اس. يبقى ما كانش فيها اس. يبقى نخليها ابوستروف اس فقط. وتبقى كده اه احزية خاصة باختي. بعد كده كان يو سي كمال زي اند امير كلاسروم شفتها آآ فصل آآ كمال اند امير. اتس انزر رعيت على اليمين لا لق طبعا نخليها كمال اند امير. هنا لما يكون اسمين بنعمل المكيال للاسم التاني. يبقى نحط ابوستروف اس بعد امير. يبقى пам니다 احزية الفروض الايجابة كمال اند اميرز وتبقى كلاسروم فصل آآ كمال وامير. نخلي الابوستروف اس بعد ايه بعد امير. ؟ PL. بعد الاسم التاني عامة. ما كده يقول لها ايجابة بتاع shoes المفوض ان فادي اسم مفرد يبقى ما كانش في 2015 يмотрите اس Alz لكن هنا بالخطط اعمل توبعا ابوrado بعد الف لا انا هنحط ابوصرف ابل الف هنا ويكون بالاجابه سChild لان الاسم ن prostate اس بنضع ابوستوري في اس ساع jakiś fais او عالز لكن حتى لو الاسم في اس واسم مفرد وبنضع ابوصرف بعد الف لكن هنا الاسم اصلا فادي وبيد رأى فش اس مثلا بремض говорi ابوصرف اس بعد كده بقول ل Rhode These Are The Boy's Football Shirts المسان خاصة بالاولاد دي او مصان خاصة بالكورة بالاولاد يبقى كانت ان اسمها جامعة يبقى ازن هنا كانت جامعة يبقى كانت 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 تفاية اس بعد الاس طبعا اس واحدة ما ينفع ملاء ما هو الاسم التي كان لها هذا الصندوق يبقى طبعا برضو هي التشيرتات البنات يبقى هنا كانت بنات اسم جامعة يبقى كانت فيها اس نحط لها بعد الاس فقط يبقى جيرلس تشيرت اس بعد كده هوز شوز ار زيس الجازمة دي بتاعت مين زي ار اليز طبعا علي اسم مفرد طبعا ما فيش اس نحط لها بالس يبقى اليز يبقى الي ونكتبها ونحط لها بالس عشان تبقى الاجابة سليمة بالس بعد كده بيقولي طبعا برضو اسمه مفرد نحط لها بالس يبقى شنطة مجدي بيكون زرقه هو الاسم ما فيش اس واسمه مفرد نحط لها بالس يبقى بعد كده شنطة منال بتكون صفراء يبقى طبعا هنا منال اسم مفرد بالس ما ينفعش بالس لا نحط لها بالس ويدعم pro مع الاجابة كده عشان تبقى اللي يبقى وال petites اء الطبعا الاجابة سليمة بالأس Bugün quidعم pro expres squares الكراسات بتاع الاطفال. اه طبعا ايه زي تيتشارز. يبقى دي مش بتاعة الاطفال. انها بتاع المدرسين. تخص المدرسين حتى جايب لنا اسم جامعة تيتشارز. اهو. اهو. تدل على الكلمة جامعة شيدرين زي اطفال جامعة. يبقى نحط ابستروف اس. يبقى اس ان حتى لو الاسم جامع لكن ما فيش اس نحط له ابستروف اس. لكن لو اسم فيه اس سواء مفرد او جامع نحط له ابستروف فقط بعد الاس. بعد كده زياد برضو نفس الوضع هكون كرة الاطفال. هنا اسم اه جامع ما فيش اس. بنحط له ابستروف اس. نحط له ابستروف اس او زي ما احنا شايفين. وكده بقى اجهة بتاعتنا سليمة ابستروف اس. كرة الاطفال. حاجات مهمة جدا. ابتيجي طبعا في الامتحان. تيتشارز روم. حجرة المدرسين. المفروض ان هي حجرة المدرسين جامعة. ما فيش حاجة اسمها حجرة المدرس. احنا ده ما نكون مدرسين في المدرسة. عامليننا روم حجرة كده. بنكتب فيها مع بعضنا. يبقى منفحش ان هي يكون حجرة المدرس واحد فقط. لا نقول حجرة المدرسين. يبقى كانت فيها اس. يبقى تيتشارز. نخليها اه هي فيها اس. اصلا نحط له ابستروف بس بعد الاس. يبقى دي تبقى سليمة جدا. زي ما احنا شايفين جده. يبقى تيتشارز اه روم. حجرة المدرسين. يبقى نحط ابستروف بعد الاس. يبقى تيتشارز الموجودة فيها ونحط ابستروف فقط. يبقى تيتشارز زي ما انو شايفين من الابستروف محنوطة بعد الاس.